ابتدئوا مع الجملة الأولى في الآية الكريمة ألا وهو قوله تعالى طاعة وقول معروف قسم معي هذه هي الجملة الأولى فطاعة مبتدأ وقول معطوف عليه ومعروف نعت وصفة أين الخبر محذوف تقديره خير لهم إن أطاعوا وبإمكانك أن تقول الأمر طاعة وقول معروف إذن معي الجملة الأولى هكذا معنا فيها كذلك الطاء المفتوحة وبعدها ألف في الكلمة الأولى في أعلى مراتب التفخيم والألف تابع لحرف الطاء فأقول هكذا طاعة وقول معروف إذن الطاء مفخمة في أعلى مراتبها الألف بعد الطاء تابع للطاء ألاحظ أنني أصل كلمة طاعة أصل حينما أصل الكلمة بما بعدها فإنني أتلفظ بتاء في اللفظ هكذا طاعة إذن التاء والتاء منونة إذن هذا التنوين سيدغم في الواو بعد ذلك ومعنى غنة من أصول هذه الرواية هنا هكذا طاعة وقول معروف من الغنة في الإدغام إلى القاف المفتوحة المفخمة إلى اللام المنونة ونون التنوين مدغمة في الميم قولا واحدا للجميع فانتبه وقول معروف وهنا سنقف كما بينا إذن انتبه عند الابتداء وانتبه عند الوقف في هذه الجملة هذا أولا الأمر الثاني تفخيم الطائف أعلى مراتبها الأمر الثالث معنا غنتان طاعة وقول معروف والمد العارض للسكون بإمكانك أن تأتي بأقل الحركات حركتان ساوي بين مد طاعة وبين معروف طا معروف لكن من الخطأ أن تأتي بالمد الطبيعي على أصله في كلمة طاعة وأن تبتر العارض للسكون في كلمة معروف فذاك أقل فانتبه ذاك باختصار ما في الجملة الأولى من الآية الأولى الجملة الثانية من الآية الأولى بإمكانك لو كان النفس ضعيفا أن تقسمها على ما سيأتي فإذا عزم الأمر ولهذا الوقف وجه سأوضح لك معناه فلو صدق الله لكان خيرا لهم مرة ثانية فإذا عزم الأمر إذا نعم ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون نعم خافض لشرطه نعم متضمن معنى الشرط يحتاج إلى جواب فأين الجواب إن نويت أن الجواب كذبوا وأخلفوا الوعد مع الله ورسوله إذا محذوف لأنه معلوم من السياق بإمكانك أن تقف فتقول فإذا عزم الأمر ونسير سير الضعفاء إذ أننا أعني نفس قصير فسأقف هنا على هذا المعنى يكلمني آخر لا لن أقف وسأصنع مثل صنيع سيدنا لما تلى أعني الشيخ عبد الباصد فقد وصل فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم هل المعنى يتغير؟ المعنى هو هو كما هو ولكن الفارق في الجواب الجواب في الوقف الأول محذوف لأنه معلوم من السياق وعلى أنك ستصل إذن فالجواب هي الجواب هو أو هي هو أي الجواب وهي أي الجملة القادمة من الشرط وجوابه كده على بعض بن قسين هي جواب الشرط في إذا يعني جملة فلو صدق الله لكان خيرا لهم هذا هو جواب إذا عزم الأمر والعزم الجد والتحقيق والمضي في الأمر إذن إن نويت أن الجواب محذوف تقف لذا قال أشموني إن قدرت هذا فالوقف جائز وإن جعلت الجواب فلو صدق الله لكان خيرا لهم فليس الوقف بجائز إذن أمامك هذا وأمامك هذا وأنت مخير بينهما فليس في أحدهما فضل على الآخر إلا ما ترتئيه أنت من أين الدليل وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب هذا هو الأمر الثاني في الآية الثانية لا في الجملة الثانية من الآية الأولى الأمر الأول الثاني الذال في قوله فإذا أن تخرج فيها طرف اللسان نبهتنا عليها كثيرا وكذا في الاستعاذة لا تنبيه اليوم يختلف لماذا لأن بعد إذا مباشرة زايعزم وكثير وكثير من من ينبه عليه بإخراج طرف اللسان في الذال يأتي عند حرف الذال فلا يخرج طرف اللسان وإذا جاءت كلمة بعدها مباشرة يتعين فيها على القارئ ألا يخرج فيها طرف اللسان يصنع العكس وما السبب عدم التدريب وما العلاج التدريب كيف يكون باطمئنان فإذا عزم الأمر جميل إذا التنبيه في الذال ليس من باب التكرار ولكن من باب أن الذال في إذا حرف والزاي في عزم حرف آخر مع الذال يجب إخراج طرف اللسان أما مع الزاي فلا فانتبه لهذا ولذاك الأمر الذي يليه بيان اللام في كلمة الأمر والهمز والراء في كلمة الأمر عند الوقف مفخمة وكذا لو أردت أن تصل فهي مفخمة إذن وصلك لراء الأمر فلو تفخم لأنها مضمومة ووقفك عليها لو وقفت على أن الجواب محذوف معلوم تفخم لأنها ساكنة وقبلها ساكن نعم وماذا قبل الساكن الهمز مفتوح سيدي نعم الراء ستسكن نعم والميم قبلها ساكنة نعم ساكنان نعم يجوز يجوز في لغة العرب اجتماع الساكنين ليس القاعدة التي تسمعها كثيرا الحذف للساكنين في كل موطن لا إن من مواطن اجتماع الساكنين عند الوقف فتنبه لا تقل أن شيئا سيحذف أو يلتبس عليك حينما تسمع قارئا لا يوضح الحرف الأخير في النطق فتظن هذا الظن إياك لا 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 اسمع معي جيدا إذن الراء ستكون واضحة ثانيا التقاء الساكنين في الوقف يجوز رابعا احترس من تكرار الراء لا من إعادتها فالناظم نبه على ذلك بقوله وأخف تكرير لم يقل أعدم تكرير ولكن أخف تكرير لكن اشترط إذا تشدد وهي هنا ليست مشددة نعم ولكنك إن أطلقت للسانك العنان استوى لمن لم يتدرب الأمران ويصبح من الراء راءات كثيرة فهل تعلم هذه الصفة حتى تتجنب تماما لا ما قال أحد ممن تلقيت عنه بانعدام الصفة في الحرف إذا تلون الأمر وإلا كيف سيسمع وما قال أحد ممن تلقيت عنه أن تحصر من راء فتجعلها مضغوطة لا تسمع لا 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 التجويد التحسين وإعطاء كل حرف حقه من مخرجه ومستحقه ما له من صفات سواء كان تفخيما أو ترقيقا وقد بيّنت لك أنها مفخمة ووجه التفخيم لو وصلت ووجه التفخيم لو وقفت يكفي هذا في هذه الجملة ترجمة نانسي قنقر